مرحبا بكم في فيديو تيدي اليوم بش نقدم لكم الجزء الثاني من كيكة المينيون سبق لما عملت معاكم المولي كيك وعملت معاكم كيكة الشوكولتة بالبن وعملت معاكم الجينواز بروفيسيوني ديكا شوية لتوفي ديكا شوكولتة بسباتيو الجينواز قصيتها أشكال المدورين كيفنا كيكة هذو كما بشنا عمل بيهم ومشي كلهم للمينيون عملت كيكة متاع فيانساي وبرتي متاع مينيون بش نركب معاكم الجزء الصفلي متاع كيكة المينيون أول حاجة أخذتها سبور متاع خفافي يكون موشي عالي برشا متاع زو سانتي زو سانتي ونصف ماكسيموم وقتلي حاتت عليها مكل الدورة ذي كلي تبرق بش عبارة هي الباز متاعنا وأول ما بديت بديت بكيكة بجينواز قلت كيكة بجينواز متاع فاني ماكسيموم هنا تسقيوها بأربعة خمسة مغارف ماكلة سيرو إكس بري استعملت لمغارفة بش نوريكم قديش من مغارفة راك تقول عرش متستعملش فوشة ولا ماانيها ست اسمها حاصيل عشا تقول إله الله سبحانه من رسول الله مغارف خلينا نواصلو دهنتها كأول مرحلة يعني بالقاناش 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 زادة كيف كيف سباق لي وشاركته معاكم والكريموبور بور بستاش والكريموبور بوفريوة المقادير برا الوصفات الكل بقدرة ربي تلقاوهم تلقاو اليانة تمتاحهم تحت في صندوق الوصف صندوق الوصف المرهدي بش يكون كل اليانات ما فيهوش وصفات بما أنه الفيديو هدا هو فيديو مونتاج أو فيديو طريقة العمل بش جيت نعمل فيها يعني من غير البلاتو ذاك البلاتو ذاك من أفشل الحاجات اللي شريتها في حياتي في الأمور المتاع اللي باتسيري ما قيتوش الي يبدأ الساسمه هو ليزي سوزن ليزي سوزن أكل يبدأ لوح ولا يبدأ ما يدرت عشا ذاك يتحرك يسر يتحرك يسر دونقصوص أبنداون عرفت ما هو شي ما يدورش مستوي براف الهنا بش نعطيكم في الفيديو هدا السر دقار ميش همتاع اللي دي فوسط الكيك بش نتشاركها معاكم تنقلكم بعد من خلال الفيديو كيفاش عملتها الهنا عملت الجنواز مبعت ليسقيتها القناش شوكولات مبعد كريم وبر حافيت حاطيت قناش يعني كيف سبور شوية القناش والجنواز والبكرام وبر كيما قلت لكم كل شي تلقاوه في صندوق الوصف هنا البلاك قعد تمشي وتجي تمشي وتجي دردع يعني تتحرك فكسيتها بشوية قناش كيف كيف نفس الهتاب نعملوها كيما عملنا مع الفاني نعملو مع شوكولات اربعة ولا خمسة مغارف متاع متاع موشي شحور هو سيرو متاع كيك ماء وسكر تحطه من النار جسد ما السكر يذوب تحبو تنكوه بالقهوة تحبو تنكوه بأي عطر غذائي لهنا المرة هذي حاطيت فيه مغارفة متاع قهوة سريعة الذوبين وحاطيت فيه زادة شوية من العطر متاع البانان نجم تحطوا اي عطر غذائي تحبو عليه لهو بانان فاني موز برتقال ايه اللي قلت موز هو كيف كيف بانان تحصلوا ايه اللي تحبو عليه حطوه لهنا الجناش يمكن نتراوه اليوم حابب شوية لكن ليه ذاكا بفعل البروجكتور ظهر المنظرة متاعه هكاكا اما بعد باش نحط كريم وبر بوفريوة ونترحها شوية تحاولوا ما تكونوش الطبقات ما يكونوش يعني غلاظ برشا على خاطر راهو الكيكة كيف تحطوا عليها حاجة ثقل كيما هذي باش نحط عليها البياس الكبيرة اللي هي مينيون كله معناه بيديه وثقيه وكل شي باش تكون رزينة ما تحطوش معناه المساحة بين المساحة القناش والكريم وبر كبيرة على خاطر راهو بفعل الثقل ينجم يعملكم ديتري هيكا بالعرض خايبين ومانظرها موش مزيين دونك بعد ما نحط الكريم وبر نحطوا واكي البرتية اللي تعملنا الكروستيونة ذيكا في القاتو في الكيك هذيك الطبقة راهو حتي تفوقها طبقة شوكولاتة مهيلة من مسخل حتي كل شي نظيف إذا نخسرها ما قولوا نبدأ نخدم معناه كل نبارك اللي بتو يعلقوا كل شي ولهم ارتاحوا لهم صلي عني بي كل شي يعمل ستستين كيف دونك نرجعوا كيف كيف 250 جرام مكسرات يكفي اللي هناك عندي 200 جرام ملوز 500 جرام بوفريوه والسر عبادر نخلطوه مع بعضهم 100 جرام سكر منيار ديس فhesves مكسرات أي نوع تحبوه وهناك كيف لمح케 تعملهم 100 جرام وعشفكوا لكن لاحفتوا إنه 150 جرام 20 جرام على 200 جرام كافية وبهي برش بما انه زاد السكر من يارديز غالي غالي بالنسبة للناس اللي باش تشري اما كي باش تشري الناس اما كي باش تشريوا قانتتية صغيرة معناها سعرها مناسب حاصيلوا الهنا نخلطوا السكر والفاكية اكهو منضيفوهم حد شي اخر نخلطوهم مع بعضهم الهنا باش نعطيكم استيوس لو كانت تحبوا كان السكر من يارديز بتاعكم شم لهوي يعني ولا قالب واحد الناس اللي عندهم الغلطة دية نصورها نفهموني تحطوا السكر من يارديز بتاعكم في الروبو تعملوا ضربة ترحيوه طي يولي كيف السكر عادي نرمى ومبعد تالي تحطوهم تخلطوهم كم من الكاكا كل ما عظم وتحطوهم في طبق تطرحوها وتحطوهم في الفور تخلوه ينضج لني يولي بالقوام ذاك كاراميل زي راهم موش محروقة ذاك صدقني لفهم تاع البروجكتور موش محروقة لابس عليه كاراميل زي وبنين وفاوح وريحة الكوجينة كلها ولازل ريحتها فاكية عمت له ضربة صغيرة فريمون صغيرة على الاخر في المكسور جس باش يدخل في بعض الكل يولي يعني بالقوام ذاكة يعني مفتفة الكل وكهب هذي هي السر متاع جميع غلية يخرج عميشة وانتي في التاك قالت لدي كروكان وق beliefs ليست اعلمين في الفيديو من قوي سهربي سهربي او لدو برعب هنا اشخاص في صغيرة في البخار لا يوجده دماج جميع الفواسطة في صحفة في باني في البخار لا ننطلق لكم نحط طبقات مع شوكولاتة و ربعظمية لسقو ساعات تحطوها على اقل ساعتين في الفرجدير و تحطوه في الفرجدير و تحطوه في فرجدير و مو ساعتين تقص بارد و خليتها ساعة كهو في الثلاجة تخليها ساعة باش ترتاح واك القناش و الكراموبر ديك تشد روحها باش نجم تعمل اللي تاب سويفانت دونك الهنا باش نعملها بالقناش كمرحلة اولى يعني بتاع تغليف الجنواز كيف ما تشوفو نحاول نتكلم نتكلم برشا باش نحاول ما نضيع عاش عليكم حتى معلومة ليه و نجم نفيدكم يعني لماكسيمو ان شاء الله بالحق تكون نكون نفيدكم ولو بالقليل حاسي لو الهنا تنجموا تعملوا سباتول تعملوا ذيكا الشي اسمها البنش كورس كريبر حاسي لو ذيكا اللي تشوفو فيها البلاستيكر ينطرحوا بها ما قدش اسمها ضاعة تعالية تطرحوا بها القناش مستحسن يعني من المستحسن قبل ما الفندان تعملوا كان قناش باش تغلفوا به الكيك متحبوش الشوكولاتة الكحلة تعمل الشوكولاتة البيضة و القاعدة متاع الشوكولاتة البيضة مهاش كيف الشوكولاتة الكحلة في القناش الشوكولاتة القناش käyt caps كرام كريم ليكيد و تنجمو تغلفوها بالفصان هذه التغليفة الأولى يعني جس ما غطينا الجنواس و نغطينا نغلفوها المرة الثانية فصان هذه معناها الكيكة متاع الفيانسان نحبت نواريكم كيفاش تغلفوها بالمستوي كون الحواف حادة وكل شيء الهنا كيف ما قلت لكم سبق لي سيدا أنا موجود المولي كيكو الكيكو شوكولاة اللي بالبن من غير سقيين كريم و بير زاد النوعين شاركتوا معاكم والغاناش كيف كيف هنا باش نبدأ في تجسيد المينيون المينيون اللي باش نحطه فوق الباز اللي واريته لكم بكري باش نحط المولي كيك اول حاجة باش نحاول نحط انه يكون المولي كيك من اللوتة والكيكة البن من فوق الكيكة البن هيكه موشت و تحسهم بالحق راوية و بنينة على الاخر الدجاري حتها على مبنها راهو دي ما زادا يرجع الجودة الكاكاو التي تعملوا فيها ماذا بيكم تاخذوا كاكاو سابة و يكون خام يعني الكاكاو اللي يتباع بالكيلو بور طلو بالمتجرام او ما اختاروه امر بالكيلو متاعو يوصل للنوعية الجيدة 21 دينار توينسا كيكة المينيون باش نعملها جزت بالكريم و بور تقولوا عليش بالكريم و بور خاطر ما حاشيش بش نعم برشة طبقات هنا المهم عندي اني نجسد المينيون خير من اللي نعمل حاصلوا المرة الأولى جيت نجرب فيها باش نعمل في العادة نعملها بكلها مينيون المرة هذي قلت خانجرب نعمل طبقة منه تبقى منه تبقى شوكولاتة تبقى فاني نلقى الكيكة البنت المو تحسها مسقية وهي ماني مسقتها يعني مسقية معناها دو ناتور متاحة فهمت لانه حاصيتها مش افار لو كان نحطها هي من اللوطة دونك قلبت الايئة وعملت المولي كيك من اللوطة تتشوفوا من بعد كيف نية الترتيب متاحه ومن بعد الشوكولات قلت لكم ناسيوس هذي باش ما تغلطوش ومن بعد هذي ما تنشحوش فيها بالحق نبه فيكم وكانت لاحظوا في الحجم بتاحها موش متساوي يعني بالفوق اللوطة عادي راه واذاكة تونستيوهم بعض كل بالسكينة كل الزيت بشي تقصبت بيعته دونك نحطوا مرة كريمو بور بفريوة ومرة كريمو بور بستاش كيف كيف مرة مولي كيك والغلبية تشوفهم بعطاني نظام كيف نوم متاع المولي كيك والشوكولات قلبتهم بصراحة خطر حسيتهم استحملوا ليش ثقل مستنسى نعمل المولي كيك والشوكولات والمولي كيك بالفاني يا اخي المرة هذي قلت خلناو عشوية ونوريكم بزي درسات باهي شوفها في شطر المينيون يلزمك تعمل كسبورات اللي هما عبارة على هذوما عوادي تشريوه من الماكل المبايع مستلزمة الحلويات وتحطوا سبور صغير كيف مكاكة باش يستحمل العلو هذك الكل والوزن متاع المينيون مهم يعني جدا للاستويس هذي باش تحافظوا على قوام متاع المينيون بعتلي قصيتها يعني بالمقص كيفنا كيكة نعتذر بالحق على الفوضى بالحق فوضى عارمة اللي غالب لزوم التصوير يعني الهنى مبعد زينتها مش زينتها الهنى غلفتها كمرحلة اولى بالقناش جست ما نغطي الكيك بتبيعة حطيت الكيك من صيف ساعة في الثلاجة معتلي طلعتو وغلفتو بالفاصان هذي بين المرحلة والمرحلة يلزم اقل شي تبقى ساعة في الثلاجة كان التقص بيرد نصف ساعة يكفي باش الكيكة تشد روحها وما تخسروش الكيكة مرة واحدة الفيديو هذا مهم برشة في برشة نصائح نتمنى بالحق انكم تستفدوا منها كيف ما تشوفوا بصراحة البلاستيكة ديك البيضة اللي هي شسمها مش اسباتيو باش تقول لها الله محمد رسولان سيتها حصير وتعاون برشة هي بعد ما حطيتها غلفتها كمرحلة اولى حطيتها في الثلاجة وطوة طلعتها باش نعملها التغليفة الثانية تاع الجناش اللي هي الفنش ضربات لمسات الاخيرة كما اقولوا متاع الجناش وتسميح متاحها بالجداء الهناء الجناش خطر التقص تالمون بارد في ساعة الجناش يشد روحه يشد روحه وراه اما ما يعاونيش في الخدمة يجب يكون بوماد يعني يكون الطريب الحق نجمو تخدمو بيه الواهو بارك كيما شوكولاتة تارتينية اللي تشريوها يكون اطرا شوية ولا تفكروا شوكولاتة تارتينية كي تبدأ في الصيف كيف نية كيف نها كيكة ما تكونش جيريا بارشا وما تكونش اي بائس خطر هي باش تبرد بطبيعة بحرارة التقص لو كان كنتوا تعملوا في الكيكة هذي في الصيف انتبهوا يلزمكم على الأقل ساعتين في ثلاجة هني نعمل فيها في شهر ديسمبر دونكو تقص بيرد بارشا نحاول نستويها شوي شوي بالباسباتول نستويها باكل الكاترها ذيكة وكاها وشو شو نقول لكم نتصور اللي فما قلته لكم شنو اخر فما بعض اللقطات يعني ما صورت هيش خاطر نصورها قبل الليل ومرة التليفون نصور بالتليفون تاح شارج ومرة استوكاج متاع الكارت ميموار تعبت يعني الكارت ميموار نعتذر بالحق اما المراحل هذي نتصور ووريتكم كل شي بالتفصيل وفهمتكم عليه الفيديو لليوم وفين ان شاء الله نتلاقاه في فيديوهات في الفيديو القادم اللي هو المرحلة الثالثة متاع كيكة المينيون ونوريكم ونحكي لكم ونفهمكم على التفاصيل كيف شغلفتها بالفندان كيكة بالحق ساهلة وبسيطة نتمنى اني فدكم ولو بالقليل حسيني ومنطورش عليكم هذا كان فيديو لليوم ان شاء الله الفيديو يكون لأعجبكم وتستفيدوا صبعي بالشوكلاتة على الفوضى اللي عملتها فالاخر بيتها في ثل